طبعاً في نوعين من النواع الحساب أي بنك تروح لي يقول لك أول ما يسألك الموظف تبغى حساب اتشيكين اكاونت ولا سيفين اكاونت أو بالعربي أنا أترى يعني أحاول أن يحط المصطلحات الإنجليزية والعربية عشان أنتو بعدين تكونوا في الصورة أو الشاب اللي بعدين يسمع المحاضرات هذه من السعودية استفيدوا من المعلومات هذه اتشيكين اكاونت اللي هي عبارة حساب الجاري زي نظامنا في السعودية والسيفين اكاونت عبارة عن الحساب الدخالي طبعاً تجنب الحساب الاتخاري لأنه في ربار إذا كنت بتاخذ حساب خذ الحساب الجاري زي ما أشرت إليه سابقاً البنوك تختلف يعني كل بنك فرضاً ما هو فرضاً زي السعودية عنده نوع واحد من نوع الحسابات وخلاص هنا لا أنت تروح البنك يعطيك لستة يقول لك إيش تبغى يكون حسابك بعضها مجاني وزي ما قلت لك عيوبة إنه يكون العمليات السحب محدودة شهرياً أو بعضها عليها رسوم لكنه في النهاية يريحك أنا لو أنصحك أقول حتى لو دفعت لحدود الأربعة إلى خمسة دولار حتى لو فرضاً لو وصلت سبعة دولار شهرياً بس إنه تسلم من عملية إنه هم يعني حاصريك بعدد معينات من السحب يكون أفضل لك لأنه أعرف بعض الشباب يعني دفعوا حدود الأربعين دولار بسبب إنه كان عنده عدد محدود هو نسي في الموضوع بس برضو حيجيك الموظف يقول لك إيش رأيك في كذا وإيش رأيك في كذا وإيش رأيك في كذا أنا ما قدر أدخل في تفاصيل كل البنك بالتفصيل لكنه لا تختر أكثر مما تحتاجه عملية تألمت الترانسكشن مهمة لكن في الباقي الثانية أنت أعرف بصرفيتك أعرف أشياءك لا تختار أكثر ما تحتاجه معلومة مهمة جداً ما حتى تتيسر لك أمورك بعد اليوم الأول من الحساب إذا ما كان عندك شيئات مؤقتة يعطيك البنك تأكد أنك لما تطلع البنك والبنك مشالك أمورك وفتح حسابك أنك تطلب على الأقل شيئات مؤقتة ويعطيك شيئات ما عليها اسمك غالباً فرضاً الشيئات الرسمية يقول لك اسمك فلان فلاني يساكن في الحيل فلاني لكنه في أول يوم في الحساب يعطيك شيئات تقريباً من 10 إلى 15 تمشي فيها أمورك وهذا ستفيدك كثير في الساكن وحتفيدك كثير في التلفون وحتكلم عليها بعد شوي برضو البلد هنا يختلف عن السعودية احنا ممكن أنا عشت في السعودية فترة طويلة عمري ما كتبت الواحد شيئك هنا تفاتر الشيكات ما تأخذ معي سنة لم خلصة فتحتاج هالشيء إذا كان عندك عنوان ثابت ونتعرف مكانك خلي يرسلو لك تفتر الشيكات على عنوانك وخذ شيئ سهل يعني هم يحطيك برضو خيارات بسيطة خذ أقل شيئ لأنه ما حتفرق معك إذا كان عنوانك أنت ساكن في شقة مفروشة أو ساكن في مكان ما تدري حتغيره أضمن لك أنك تخلي البنك يخلي الشيك عنده الفرع وبعدين هم يتصلوا عليك وبعدين أنت تروح تأخذ الشيك برضو شيء نقطة مهمة هنا فرضا أنا فتحت حسابي في فرع هنا في ريتشموند هذا سيصير دائما مرجع الأساسي للبنك أي أوراق يرسلها للبنك أي فيزا إذا ما يرسلها على عنواني ما يرسلها على فرعين بس هذا لا يعني أنك أنت تأخر إجراءات البنك أنك لازم تفتح عشان تفتح حسابك في بنك قريب من سقنك الدائم أفتح حساب لكنه هذه خليها في بالك أنه فرعك اللي تفتح فيه حسابك هيكون فرعك الرسمي اللي ترسل في أوراق معلومة مهمة وشاب تغيب عنه فرضا خاصا اللي منهم يجاي ما عندهم يعني كاش كثير وفتح حساب ويبغي يرسل فلوسة من السعودية يجيك اليوم الأول يبغي يشتري عافش فرضا يبغي يشتري سيارة يبغي يدفع عجار بيت ويكتب الشيك وما يدري أنه الفلوس اللي يجت السعودية ما بعد وصلت في الحساب ويقعد يتشرق كل ما راح الشخص هذا البنك وحاول يسحب وما يسحب منه يدفعوك ربما فأنت تأكد برضو هذا يعني فرضا أنا اللي ورحت وبيت عجبني من اليوم الثاني لكن ما عندي في حسابي مبلغ يكفي أعطيه الشيكر الشخص هذا عشان لا أفقد المنزل لكن برضو أنبه الصاحب البيت أن الحساب الآن توني حولت فلوسي من السعودية وتوني واصل فالرجاء أنك ما تسحبه ما تروح البنك تحاول تسحبه لأنه هيغرمونه لازم تصير واضح معاهم في النقطة هذه الشباب اللي جايين بعائلة طبعا أنا أحبذ وممكن بالعكس أنصح الجميع منهم أنه حتى زوجتك يكون معها يعني بطاقة صراف الواحد ما يدري عن الظروف وما يدري عن اللي يصير فلما تكون زوجتك عندها بطاقة صراف فرضا أنت في العامل أو في مكان بعيد يتقدر تدبر أمورها تعرف هنا بلد مادي وما يمشي إلا إذا كان تعطيه قبل ما تأخذ طبعا أحسن شيء زوجتك ما تفتح حساب يعني منفصل لا تفتح حساب مشترك معك يسمونه joint account بس أهم من هذا كله أنه لما يجي يسألك صاحب البنك تبغاها بصيغة or أو بصيغة and تختار صيغة or or اللي معناها أو بمعنى أنه زوجتك فرضا كتبت شيك أو سحبت بالصراف فعلت الله العملية العملية تتم ما يحتاج لها توقيعك أنت لما تختار كلمة and اللي هو و بمعنى معاه يصير توقيع حق الشخصين لابد يعني متوفر عشان البنك يوافق عليه عملية نقطة هذه واضحة joint account وتأخذ صيغة or ما تأخذ صيغة add بهذا الشكل اللي يكون خلصنا البنك و يعني مشاكله بصيغة مختصرة جدا ترجمة نانسي قنقر